والحقيقة يا أحمد برغم أنه فيه يعني خمس أيام أجازة بعد الفوز على فيتا كليب طبعا الفوز العريض والأداء الكبير اللي حققناه إلا أنه فيه لعيبة بتتضرب كل يوم مع نفسها شغالة على نفسها كل يوم زي وليد سليمان طبعا اللي افتقدناه الفترة اللي فاتت أكيد في كل المباريات من ساعة طبعا كاس العالم الأندية ولكن خلاص الحمد لله رجع قريب كمان مروان محسن اللي بيتقلق بشكل كبير في الفترة الأخيرة بيتضرب مع نفسه كل يوم شغال على نفسه وكمان السلية وده برضو بيدل على المسئولية اللي حاسس بيها لعيبة النادي الأهلي قبل الفترة الصعبة اللي احنا داخلين عليها وهي طبعا شهر إبريل اللي فيه مباريات كتير زي ما أحمد قال كل يومين أو كل ثلاثة أيام مباراة خليني أقول لحضراتكم أن كمان مسئوله نادي المريخ السوداني بيطلبوا بإقصاء فريق سيمبا التنزاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية وإن تتلغي جميع نتائجه في مرحلة المجموعات وده في شكوى النادي السوداني اللي طبعا للكاف بتهمة تلاعب إدارة سيمبا في نتائج مساحات كورونا والتسبب في حرمان المريخ من ثمن عناصر رئيسية في صفوفه في مباراة الفريقين يوم الثلاثة اللي فات وده اللي يمكن الخبر اللي قلناه لحضراتكم إمبارح سيمبا والمريخ بيلعبوا في مجموعة طبعا النادي الأهلي زي ما حضراتكم معارفين واللي فيها برضو فيتا كلوب الكنغولي وبيتصدر سيمبا الصدارة برصيد عشر نقاط والأهلي بيجي في المركز الثاني بسبع نقاط وفيتا كلوب في المركز الثالث بأربع نقاط والمريخ بنقطة وحيدة في المركز الرابع طيب إيه موقف النادي الأهلي في حال أنه تم ثبوت يعني تهمة تلاعب سيمبا بنتيجة مساحات كورونا وإقصاء بطل تنزانيا والغاء نتائجه من مجموعته في دوري أبطال أفريقيا طيب في حالة إقصاء سيمبا والغاء نتائجه هيتصدر الأهلي مجموعته بسبع نقاط يجي فيتا كلوب في المركز الثاني بأربع نقاط والمريخ هيبقى متزيل بلا رصيد من النقاط وهيتأهل الأهلي في الحالة دي كأول مجموعته حتى في حالة الخسارة على يد المريخ لقدر الله أو تحقيق يعني فيتا كلوب الفوز على بطل السودان في الجولة الأخيرة اللي هيكون كده أقصى عدد من النقاط بيصل لي فيتا كلوب في الحالة دي هو سبع نقاط وبالتالي هيتأهل تاني المجموعة خلف النادي الأهلي وهتصب المواجهات المباشرة في مصلحة طبعا النادي الأهلي وفي الحالة دي هيتجنب الأهلي أنه يواجه أحد المتصدرين للمجموعات التلاتة التانية هم طبعا زي ما حضرتكم عارفين التراجي يعني الحدد دلوقتي التراجي تونسي الوداد المغربي وسون داونز الجنوب الأفريقي وهيكون الأهلي كده في مواجهة محتملة مع عدد من الأندية اللي بتتنافس على البطاقة التانية بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات زي زمالك زي مولودية الجزائر في المجموعة الرابعة وكمان في مجموعة أخرى هيكون صراع فيها كبير أوي بين الهلال السوداني والشباب بلوزداد الجزائري ومزامبي الكنغولي وسولاسي المجموعة الثالثة برضو كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي وباترو أتلتكو الأنجولي وحرية الغيني أنت إيه رأيك لو دا حصل يعني؟ أنا أعتقد طبعا يعني بداية أنا متفنش معي نتائج التانيين يعني سواء سين بكمل أو سواء ماكملش أنا بالنسبة لي إنه إحنا نحسب مصرنا بأدينا ومطش المريخ بتاعنا اللي جاي بالنسبة لنادي الأهلي أعتقد أنه مفتاح التأهل دور التمانية أنا قلت مبارح أنه دي واقعة هي الأولى من نوحها وبالتالي ما حصلش قبل كده واقعة مشابهة نقدر نقول التصرف أو العقوبة أو الإجراء اللي بيتمه ممكن يكون إيه اللي توقعته مبارح أنه يكون إعادة المباراة أنه يكون احتساب المباراة لصالح المريخ لكن استبعاد سين بما البطولة أعتقد أنه حل صعب جدا وهتبقى عقوبة قصية جدا على فرقة سين با وأعتقد أنه واقعة من النوع ده لأنه ده بقى بروتوكول يعني أي مباراة على مستوى الدولي بين نادي أو بين منتخب لابد من إجراء مسحة قبلها بـ 48 ساعة ده حسب تعليمات للتحاد الدولي أو للتحادات القرية وبالتالي لابد أن العقوبة يتم إقرارها بقى من دلوقتي يعني يتقال أنه لو خصل تجاوز في الملف ده أو في الجزء الخاص بنتاج المساحات بالشكل ده هتكون العقوبة بالشكل الفلاني لكن أنا بيتهيقل إلا الأهل يفرق معاه أنه سين بيتم استبعاده أو لا ولا يفرق معاه الحقيقة هيواجه منه وإن كنت أفضل أن نتأهل لدور الثمانية كأول مجموعة بالضبط كفي صدارة المجموعة لأنه ده دي مكانتنا الطبيعية وده رسالة بتقول أنه الأهلي جاهز لكل المنافسين كان ترجي، كان وداد، كان سانداونز، كان أي مكان لكن المهم في النهاية بالنسبة لي للأهلي يليق بينه ويتصدر مجموعته ويواجه أي فريق بعد كده لأنه اللي عايز يوصل للبطولة اللي بيسعى لتحقيق اللقب ما يهموش أبداً اسم المنافس وما يهموش أبداً يقابله إمتى نقابل الترجي في الثمانية، نقابله في الأربعة، نقابله في النهائي نقابل وداد، نقابل سانداونز القصة مش قصة هتقابل مين ولا هتقابله إمتى القصة أنك أنت بتسعى لتحقيق البطولة وإن كنت برضو بستبعت فكرة أنه نتائج سيمبة تلغى من المجموعة بشكل كامل أنا برضو بستبعت ده وفعلاً زي ما أنت قلت أول مرة أو حالة أولى من نوعها وعايز أقولك إحنا السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فاتت طلعنا تاني المجموعة واخدنا اللقب يعني بس إحنا زي ما أنت بتقول هي مكانة الأهلي طبعياً والأهلي في الأدوار التالية بيبقى مختلف بشكل كبير جداً حجم تركيزه ومجهوده وتخطيطه للمرحلة اللي بعد كده تبقى مختلفة بشكل كبير جداً عن المجموعات وإن كانت الحقيقة برضو خليني أرجع لفكرة الراحة كويسة جداً الحقيقة أنه اللي هي بتاخد راحة خمس تيان بقالهم فترة طويلة جداً مطشط متتالية بيخرجهم بطولة يروح لبطولة تانية والفترة اللي جاي أصعب بالضبط كانت فرصة كويسة أن هم بس ياخدوا نفسهم ويرياحوا شوية قبل ما يبتدوا يستكملوا المشوار مرة تانية